تبتسم ليه؟ أعيز أقتل معك بحاجة فتكرتها دلوقتي الوحدة يا والله توقع مع رمضان الصبح تاني؟ إيه ده؟ توقع مع رمضان الصبح تاني؟ يعني كان فكرة يا لو مصلحة نادي الزمالك إن رمضان الصبح موجود هسعى بكل الطرق هسعى بكل الطرق إن رمضان الصبح يكون موجود بس أنت بقعتش مع تاني؟ لا ما بقعتش معه قبل كده يعني ده حوار بسيط مرة كده وانتهي يعني زمان يعني اللي بقى لو تاعه حواره حصل لكن مفيش أي شيء هيتم لو أنا شايف إن ورده ممكن صعب موضوع صعب لكن مصلحت أروح للصعادية عشان يجيبه الصعادة هعمل طيب أنا معادي ديها كمان وعاي سألك السؤال في الآخر دايماً أنت كراجل كنت موجود في جهاز فني يقولك اللي اشتغل مدير فني اللي اشتغل مدير فني مايحبش يشتغل مساعد أو المدير نفسه المدير فني نفسه مايحبش يجيب واحد مع المساعد كان مدير فني أو كان هيبقى مدير فني جامد جد الناس تقولك كابتل رحمد سلمان يا دوبك المجلس هيشتغل ويتحرك إحساسه إن أنا رئيس نادي أصلاً أو أنا كنت قريب جداً من عبقى رئيس نادي ممكن يعمل مشاكل في نادي الزمالك في المجلس اللي جاي لو أنتوا نجحتوا ترد تقول إيه على هذا أولاً أنا في نقطيتين رقم واحد أنا ما شغلش رئيس نادي أنا رشحت رئيس نادي كنت قريب رئيس نادي بالضبط أنا رأيت نقولت لك العلم اللي وراك دوت اسم نادي الزمالك بشتغل عليك أحمد سليمان زي ما دلوقتي أنا شفت إن مصلح نادي الزمالك إن يحصل قائمة موحدة لصالح نادي الزمالك لو أنا زي ما عملت في 2014 المثال بعد سنة ونص كنت أعيدوا مجلس إدارة مميز جامل الزمالك بتتغنى بي بيجيب سرتي لكن لقيت إن فيه صراع هيبقى قوى جداً بيني وبين رئيس النادي الحالي فانسحبت فانسحبت لصالح نادي كان هو رئيس النادي كان بيعيدوا مجلس إدارة ونائب ويحصل خلافات جامدة جداً مع عضم مجلس إدارة ويستمر في الصراع أنا جاي عامل تطوعي لو أعدت في نادي الزمالك كهو مجلس الإدارة وحسيت اللي أنا مش مفيد لنادي الزمالك أو وجودي هيصنع خلافي يؤثر على نادي الزمالك هنسحب في لحظة جزء من الثانية نادي الزمالك هو الأساس فأي تصارب بتصرف دالليل أنا وقفت سبع سنين وكل مئتي من قوة بمالي وحالي وصمعتي وشغلي ولا كان يهمني كان هدف نادي الزمالك والحمد لله تعبي النهاردة ما رحش هضر بعد المنظر اللي احنا فيه ده بعد هذه السبع سنين فعلا الحمد لله الحمد لله قدرنا نوصل هذه المرحلة كابتن أحمد حضرتك شرفت ونورت أتمنى لك من كل قلبي التوفيق أنت ونادي الزمالك وكل المرشحين بإذنه ربنا أخليه وسعيب بك كريم ونشكرين دائمان أنا بشكرك إن شاء الله وزن الله